اشتركوا في القناة والبعد عنهما مسخطة لا بد أن نعلم أن كل بيت فيه أنفاس الوالدين فهو بيت رحمة وحنان الوالدان أفني الأعمار وأنفق الأموال علينا صغارا تعلقت قلوبهم بنا كبارا حتى إذا احدودب منهم الظهر وتهو بيت رحمة وحنان الوالدان أفني الأعمار وأنفق الأموال علينا صغارا تعلقت قلوبهم بنا كبارا حتى إذا احدودب منهم الظهر وتقاربت الخطى وارتعشت الأطراف وأنهكتهم الأمراض وزارتهم الأسقام وبيض منهما ما كان أسودا واسود منهما ما كان أبيضا واشتد منهما ما كان لينا ولان منهما ما كان مشتدا تعقلهم الشعرة ويتعثرون بالبعرة يجازون بعد ذلك كله بالإعراض والنكران تأملوا يا رحمكم الله وصف هذه اللحظات في القرآن العظيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أقول رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرة سبح النور والصلاة والسلام على هادي الرسول اليوم يا صديقاتي فيديو جديد بديت بديت بالولدين وما رضاء الله لك رضاء الولدين اليوم أحد اليوم آخر أيام ماي آخر أحد في ماي وعيد الأمهات كل يوم أمهاتنا في إيد كل يوم نعيده على أمهاتنا كل يوم نحبه أمهاتنا كل يوم الجنة تحت أقدام الأمهات أمي ثم أمي ثم أمي وبابا يا رحمه نعم وربي فاطلكم والديكم الولدين الولدين الي يحرموا الواحهم الدنيا لكل صدقوني لني محاضرة شي ديراك دوا نتكلم خطر متأثرة تأثر ما عندكمش حتى فكرة ولا تقل لهما أفن ولا تنهرهما هي مناسبة بش نحكي فاها على الولدين بش نقولكم ربي فضلكم والديكم استحفظوا على والديكم اللي مدلوا حيين إشبعوا منهم خذوا بخطرهم الدنيا رهي فانية وراهم أعطونا برشة من عمرهم ومن صحتهم من بدنهم من مالهم ومن كل شي إذا ما نحنا من نجموش الرجوحات عكا القليل قليل كلم فيكم وغصة عندي مانيش عارفة كيفيش بتعدي الفيديو بش نخليك في مهوم مانيش بش نبدل حت شي المهم لبنات اليوم أول حاجة بش نعملها ربي يسمحنا من الولدين قبل كل شي نحب نعيد على مامتي على يمه الحنانة ونقول إن شاء الله كل عام وهي أحية بخير وتاجف وقراسي ونحب نعيد عليكم تطواتي صديقاتي الأمهات تنتع العالم وكله نقول لكم ربي يفضلكم لصغيراتكم يفضل لصغيراتكم لكم وربي يهديهم ويعطيهم الوقت الطيب يا رب العالمين نبدو فيديونا لليوم يا صديقاتي في اللازانيا اللازانيا حضرت لكم سفة لازانيا هي صوص هي صوص بشاميل هي الصوص هذي صلصة الطماطباني وحلت تيجا والله منيش عارفة أصعب مقدمة عملتها لحاصيله المهم لبنيت هنا شنو عملت فيها الصوص متاعنا خذيت بصل حطيت فيه شوية زيت شديت الطماطب متاعي لك عبا خصلتها ورحيتها وحطيت فيها لفحة متاحها أعملت فلفل مرحي وفاح وكركم وملح وطابل وكروية وزدتها شوية طماطم معجونة وشوية ريسة عربي حطيتهم على الجاز خليت الساعة لبصل يتجلأ في الزيت ومن بعد زدتوا هكي الصوص هذي كي يكون لكي الطماطم المرحية وفوحتها وهناي لبنيت خليتهم هذكم يتيبوا على الشيرة وشنو بش نحذر وش نحذر الجيج تعرفوني ما ناكلش الحم بش نعملها بالجيج هنا حطيت الجيج وبصل وزيد وكركم وفلفل أكحل كركم كركم مضاد للأكسدة وفلفل أكحل وملح هذي تفويحها العادية وشوية زعتري بش ننسى الزعتر والاكليل الزعتر والاكليل يفوحوا بالجداء بش نحطها طوى على الجاز ونخليها تتجانس المكونات تعرفوها كلامتي تتجانس المكونات مع بعضها ومن بعد هكي تشوفوا منظرها وريحتها يا لبنيت تدي جاس صوصة دي تتاكل واحدة حيرين تعبين بخلين فشنين حشاكم من ضمن كل قوموا وعملوا قصوص كفكة وزيدوها كعبة بطاطة زيدوها ربو فيها كعبة جلبان المهم جيكم بنينا تهبل الجيج طيب الطريقة دي طيب بني مياسر هنا لبنيت نحط معاها شوية ما يقلوا بالماء خطر صحيا خير ما تبداش زيت بركة حطيت الجيج وماء وبش خليهم يزيتوا هكا يتشوحوا ومن بعد نخلي هكا الماء ذكا يشيح ينجح على الأخر ووقت لي ينجح معنات هارو جيجة متاعنا طعب هذي حاجة سهلة مهلة فكرة هكا حتى حاجة مزروبة تنشموا طيبوها شفتوا الأكلات اللي طوا الأكلات المكونات متاع اللازاني كل حاجة بطيب واحدة وتتاكل واحدة صدقوني المهم لبنيت هنا عندي جيجة متاعي طاب أحضر طوش ما بش نعملها بش نفتفته هنا يا صديقاتي راني نفتفت بداية نغصلهم ونخدم بداية كل شي في الكوجينة وننجمش لحقيقة نستعمل كني داية المهم هنا بش نفتفته عارش تقولولو أنت نفتفته ولا نفتفه المهم هذيك هي اللي بش تلقو هون تومس صحيحة وصحيح ربي هنا يا لبنيت كملت فتفته وبش نحطه توا في حشتي شفتوا عليش بدلتوا خطر حشتي بالكسر وهنا بش نعمل فيها البشر مال شفت البخل مش بخل والله بش نغصلها يعني يا أخي هي بش تتعمل لي هكاكا المهم وهناي عندي صوس متاعي متاع الطماتة هذيك اللي أنا خليتها طيب على راحتها شوفو كي طابد كنشموا الراحة كنشوفو البنة زيدنا نعملها هكا محرة حرة شوي انتوما صديقاتي أحرار تبو تعملوها حرة ولا مش حار مشيني بش نمانتجه نخليها طاح شوي سبنائخ سبحان الله هي طيه راو في الكوجينة هادي هذيك هي هذيك هي الكوجين المهم الدنيا كل نظيف أهم حاجة يكون بلوند ترافايم تاعكم منظيف ايديكم منظف معونكم منظيف وبقدر تربي صح ستار هنا يا عنا الزبدة حطيتها في المقلة متاعي كما تعرفوني ستعمل السبناخ ولا مفلت فرصة يا لبنات بش نعمل شوية خضرة ونلقى الفرصة بش نحط الخضرة معني يكون أنا لول قصيد السبناخ متاعي هنا حطيته يتشوه والله ولا يعطي راحة لوحيد السبناخ يا سيدك بين سيدك ولا يعطي راحة في الدار ابنينا اللي أنا قبل ما كنتش نحب ورا هذي معنى أنت من كنت صغيرة أما توكي كبرت لحقيقة عرفت اللي الخضرة هذية كلها فؤيد وحتى من البن ابنينا كنتم أخذ عليها فكرة خايب إن شاء الله تسامحني المهم هنا عندي ثم ماصطة ما نسالش عادوا هذي لبنات نسجل لكم تعرفوا توا جدش الوقت تول ماضي ساعتين متاعلي لا تكعليش ماضي ساعتين ونحس انتعال ببن قاعدين يتحل ويتسكر المهم هنا نعمل لهم شوية هكا تشويح سبنيخ مع الثوم ديم السبنيخ حطوله ثوم وهنا جاي زوجي العزيز يحضر لكم شو قاعد يحضر لكم زوجي حضركم في السبنيخ شو عادك التحضيرات اللي هذي المهم يكثر خيره ويرحم ولديه ونحيه علي وربي بارك له وربي إن شاء الله يطعم كله لي بزوج صالح يحن عليها ويحب ويود ويعاونها وإن شاء الله ربي يعاونه ردوا باكم دولوا فاتنا تتكلم مرخوف عادي جدا مرخوفة وضربها ساعة مع للا في التليفون الحاصيل المهم هذي هاني نكمل لكم في المونتاج وإن شاء الله تقبلوه مني توجينا للصص بشاميل لبنائد شو بش نحكي لكم عالصص بشاميل متعين منطلع تطلية ولا عمركم سماتوا به شوفتوش فارينة تتشوح راني تعلمتها لنجيش نجيب في العلم من رأسي هنا الفارينة تشدوها على هك طنجرة تبدأ سخونة تحركوها شوية تعرجوها شوية بعدين تصبو الزبدة اسمعوني يا لبنائة راني نحط على مقدار الفارينة مقدار الزبدة يعني كان مغرفة فارينة نحط مغرفة زبدة نزوز مغرفة نحط مغرف زبدة ولا حليب بشو نقولكم عيني ميزاني اما نبش نعطيكم فكرة باية شوفوا مثلا نزوز مغرف عملوا عليهم كسو نص وانتم هك ضعف الكمية ولا نقص الكمية شوفتو كيف اشتحلت والله لا يفيد لك عليكم رابب بالحق هك البش ميل لتصير شوفتو محليها اه كساه لا يظاهر في الكاميرا اش قولكم ما شبت من شي مخبع ريت وشديت الفارينة حليت حرجتها شوي وبعدين صبت عليها الزبد وبعدين زدتها لحلي ما اسهل شي لمن لا فاها لتعقيدات ولحكايات ولروايات اسهل من هك ما فميش يا البنات البنا الخفة وشوية توا بش نعمل لها جوز الطيب جوز الطيبة تلقوها موجودة عند اللي بيعوا البقول وكالحكايات ذيك موجودة عندهم راه يتبني نيسر الصوس بشاميل حطوا فيها شوية فلفل لكحل شوية ملح انا ما حطيتش لحقيقة الملح وما بالحق راه يجتنا سيف لزانيا ولا ابن ولا الاذ هنا لبنا تصير بشاميل متاعي حضرت باش نمشي لون حضر اللازانيا ونحكي وإهنا يا صديقاتي باش نحط اللازانيا متاعي وشيخ شخت وشيك شك وزينتها وحطيت هنا الصوس بشاميل من فوق وبعدين حطيت طبقة لولا بصص بشاميل والطبقة الثانية حطيت فيها براقة اللازانيا وانا راجل قاعدين نتعالد وهو يقولي آه بعد من حط الطبقة يقولي لا فتن حطيت بالعكس قولي لا هيتطوك الكاميرا ومشي نثبت فيها روب حذية ونحصيل هذيك الصوس حطيت وحطيت جيش بعد الصوس نعمل طبقة صوس بشاميل طبقة لازانيا طبقة صوس طبقة جيش طبقة سبنيخ وطبقة صوس بشاميل وطبقة ورقة لازانيا ونعاود نفس الشي كيف حصلوا كاشفتون يغلط لبنية تقولولي خطر هو كذي ركي غلطي ركي دخلت لها بعضها المهم تدلنا ما نحكي لكم ما نحكي لكم شتون تشوفوا بينيكم شكلين منها نودكم واشا هيك وشالا قسمكم منها في الجنة بريمون حاجة روعة 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 صديقاتي شنو شنقول شنقول كبراني فرح سيب الحق والله بتمتش ايه تقولكم ريقي شاح رقي شاح وصلي بحا شفتوا انا كي ساعة نشرح على الحاجة سبحان الله اي حاجة تعجبني انا تعجب الناس هكاكة هي في دنيتي معنطها في كل شي يعني انا حاجتي مرغوبة نمشي لأي بلاسة ونحط ايدي على الحاجة اللي تولي معنطا تبدأ مرغوبة هيكي كصر مع لقماش صدقوني يا لبنات والله العظيم ورحمة باب يا منسيتش كلمتي كي قلتلكم في المونتاج نحب يامي تازهاء غضتني روحي غضتني كيفش لقماش الفلوري روح شيتها هو بشي سكر وانا مروح وغضلت وانا رجع لقماش رجعت حتى لقيت شار وعنده واحد يشبال وجني كان عندي الفون بلون ومجاعدش منه حد شي راو تعرف وحسيت بخيبة اما يبقى الامل موجود ثم ربي سبحانه وتعالى دي ما يعوضني والله املي في ربي شد فيه دي ما والله هي اللي بندخلينا من كل شي قبل تبدأ حاجة في خاطر يقول متعد عليها ومتعد تمام يبدأ قلبي بارد ديني لدي سبحان الله ان شاء الله هنعود نلقى منه خذيت برشة حاجات أخرين تنوريهم بكم هنا لبنت بعد ما كملت عملت لها الطبقات المتاح الكورو كما شفت وعملت لها جبل انا راني نعمل جبل موذرلة عربي روي جبل يسر ودخلت ها للفور وحبطيتها على ميتين واربعين درجة هذا شكلها يا صديقاتي بعد ما خرجت من الفور الحصيل والبنة متاح منحكي كومش منحكي كومش على الشكل والبنة والجو والطعم خيال خيال نودكم وننشاهيكم ونشاء الله قسمكم منها في جنة يا ربي هذي اللازانيا متاعي يا لبنة حضرت الحصيل وهنا كما قاعدين تشوفوا أحكم وحكم وعطوني قدش على عشرة يا لبنة نستنى رايكم ما تنسوني ش في النوت تنسوني ش في الملاحظات التريبيا اكسلان اصبرو والله عظيم كن قدادة قدادة قلولي قدادة ولا مانيش قداد نشوف القصان بتاعنا معالمية تفرجوا نقربوا لكم نعملكم في زوم بيش هتثبتوا بيش هتثبتوا تقولولي اسكوا نجحت ولا ما نجحتش جيت بنينة تهبل كلينة ما شاء الله منها بالحق معناتها خذيت غردي انا واحدة من الناس منها بالحق فكرة هيلة طوخ الصيف بديكم ديمة حاولوا يا اما تحطوا حاجات في الفور والبوم ياسر الجاز تقلقوا فان نحاولوا نقلوا من الجاز محسوب يحيانا تقول نحكيكم فالحكاية دي جداش لي مهبول تيمو اشترح ذرع الجاز ضينا ما نخليها بي اذي اشترح ذرع الجاز شفتوا جاي ننصح فيكم كان نصحت روحي كالخير لا لا تنجموا لبناء تنجموا الصوص الطيبة تضعوها في معنى تاخذوا صوص حاضرة وتعملوها معنتها وتصبوها صبا فما راه ولا الطيب وصوص تضعوها في الكنجيلاتر وتخرجوها من بعد سهلت عليكم العملي حسب روحي سهلتها ماصطة المهم من بناية هنا كم من تعشينا مه مه عشان نجم نتحرك وضرب الجاز ونود هنا صديقاتي لازم بعد ما ملحنا نحلو بش نولو هنا هذي الاحلو من عن دخالتي الاحلو هذي متاع العيد عملوه بنياتها بنياتها صغرات والله ينشحوا فيها لبنيات شوفوا محلة عطتني من هذا من صبلي من غريبة حمص عملو كيمال بتيفور عملو بسكوي انتاع العيد الكعك كذاك والبسكودي الطويل الحصير وابدعه وبجلجلين شوفت اللبيض ذاك اللبيض ذاك من داخل بجلجلين وفي شوكولة وفي حصير وخنيس عليهم لا قلت لالله قلت لالله لالله يعني انتم ما تعرفوه ايش لالله والله يعطيه مصطح شطري المهم شوفت الصندوق هذي هذيت لها رجعت له في الحلو احنا في العيد راه من عادات نضوق الحلو في العيد الصغير وفي العيد الكبير نضوق الحم هكي كان نتبادل ونعمل مبادلات المهم ربي يحيينا ويحييكم لمثاله توا بيش نعمل عليها قاعدة تعمل 66 كيف رفو ربنا تقول لي فات نعمل ناسي رونات فات بطريقة معنا هكي لي شي اهون من شي كيف نشوف حاجة لبش تعبني برش نحب اسما نعمل هاش خاصة في ايدي ان شاء الله نعمل هالكم يا لبنات وعدت بها لكن هنا فرغت نحنا وخطر كما عارفين ميانا تعب والكل هذي خذاها راجلي من المونو بري الحصيل سيترو ناد معنا تحاضرة خذاها هو قال لبنين ان تعجبني صنع ايدي وحية عناية عرفت صنع ايدي وحية عناية المهم صديقاتي نحب نحب نقول مرة اخرى ان شاء الله عيدكم ان شاء الله عيادكم كلها مبروكة ان شاء الله كل عام والامهات كل بغير انتو ما يا صديقات الامهات وانتو ما يا صديقات اللي كيف تستنوا تولوا امهات ان شاء الله عنكم مبروك وال تتا واتنا ان شاء الله عنكم مبروك الناس كلها